ليس هذا انتقادي ليس هذا انتقادي كون ابن حركي إنما انتقادي أنه كان مجرما وما زال مجرما وكان كاذبا وما زال كاذبا وهاهو من بين الأسباب بوضلة من الاجبير لأنها عرافي محاولة وينتقادي المستقادي لأنها اجنسى المستقادي لأنها قصر وتفضل وثانت قسم قام بحق ويت المستقادي من أعجب ما سمعت ومن أغرب ما سمعت يبدو أنهم واضح تأثروا من أن الناس تقولهم إذا كنتم مع تقرير المصير للصحراويين في الصحراء الغربية فمن بابي أولى أنكم تكونوا مع تقرير المصير للكوسوفار للألبان عن سربيا ذهب إلى سربيا وفي سربيا هنا سيتكلم من بيلغراد طبعا رهوا حديثه فيها على الأقل 9 دقائق اللي شفتها ربما أكثر من ذلك وما دح سربيا وسربيا ودارتنا سربيا قريب يقول حرتنا سربيا قريب يقولها لكن بالحقيقة هو يعرف حاجة يعرف أن سربيا ساعدتهم بقوة في التسعينات وكانت ترسل خبراء في التعذيب وكانت ترسل أسلحة وكانت ترسل مستشارين وكانت هذه في التسعينات فهو يعرفها ما ذكرش تسعينات بطبيعة الحال لأنه يفضح واحد من أسرارهم وهو الدول التي ساعدتهم وأنا ذكرت مجموعة من الدول ذلك النهارات هذاك اليوم وقلت أن من بينها كوريا الشمالية لدي صور أنت ضباط كوريين شماليين يدربوا في القوات الخاصة في الجزائر تلاتة وتسعين ربعة وتسعين إلى آخره صورة في زمن الحرب القادرة يعني ماشي هذه كوريا الشمالية ساعدوهم كوريا الشمالية ساعدوهم كوبا ساعدوهم الروس ساعدوهم المصريين والسوريين وساعدوهم السرب كل هذه البلدان ساعدت هذا النظام الإجرامي في ذبح جزائرية بشكل أو بآخر وبفترات مختلفة وبأمور مختلفة يعني كان يساعد في التدريب العسكري كان يساعد في التدريب المخابراتي كان يساعد في كان يساعد كلمش معاهم طبعا الفرنسيين مساعدات كبيرة جدا أيضا لكن الفرنسيين كانت بشكل آخر ساعدوهم بالمال ساعدوهم ببعض الأسلحة النوعية ساعدوهم بالاختراق داخل العالم الخارجي بأعطاء ما يجري في الجزائر معلومات كاذبة الأوروبيين والعالم الخارجي الموقف الفرنسي بشكل آخر لكن الآخرين هذه الدول كانت لها مساعدات مباشرة عسكرية وأمنية وبعضهم ساهم في التعذيب وشارك في التعذيب الجزائري فهو ذهابوا إلى سربيا وش يقول فيها؟ كما قلت بعد أن مدحهم إلى آخره يقول يقول مليون وتسعمية خمسة وتسعين بالمئة مسلمين وخمسة بالمئة منهم ثلاثة بالمئة مسيحيين واثنين بالمئة ديانات أخرى اليوم ثلاثة بالمئة سرب يعني مسيحيين أرتوضاكس يقول باللي يجب أن تبقى كوسوفو كوسوفو هذه الآن تعترف بها أكثر من مئة دولة أكثر من مئة دولة من مئة وثلاثة وتسعين دولة تعترف بها أكثر من مئة دولة يقول له نحن لن نعترف بهم ولا يمكن أن نعترف بهم ونعتبر أن ما تم هو خرق لمبدأ أساسي من نعترف بهم بالمئة دولة هذا المعنى وهذا هو نفس الشيء اللي حدث في الصحرة الغربية قريب غريب حقيقي أنك تقارن ما يحدث في كوصوفو مع ما يحدث في صحران غربية غريب تماما لأنه إذا نظرنا لها من منظور حتى من منظور قانون الدولي والدليل أنه أكثر من مئة دولة معترفة بالكوصوفو الكوصوفو شعب يختلف على السرب لغة ودينا وثقافة وحتى في أشكالهم جزء أساسي يعني كان هناك اختلاطات لكن حتى في أشكالهم جزء أساسي يختلف الألبان يختلفون على السرب وكوصوفو سكان 95% ألبان إذن عرقياً لغوياً ثقافياً دينياً كل شيء مختلف هذه عطاف ومن وراءه المافيا العسكرية تعتبرها لا يجب أن يكون الكوصوفار تحت حكم السرب يستطيع أن يأتي واحد يقول لك يقول لك سحار لا يختلفون على سكان جنوب المغرب ولو كان هناك اختلاف فهو محدود فالأشكال هي نفسها والدين هو نفسه قد يكون هناك نوع من الاختلاف في الثقافة أو في اللهجة قد يكون إذن أين هناك اختلاف شامل يجب أن يبقى الشعب تحت حكم تحت استعمار سربي وأين هناك اختلاف جزئي أو لا يكاد يولي له هذا مشكلة وقال لك علاش لأنه لم يخترقه مبدأ آخر وهو عدم المساس بالحدود لكن هذه الحدود كانت حدود إسبانية الصحراء الغربية لم تكن يوماً ما دولة بحد ذاتها أنا هنا أناقش الموضوع رداً على ما يسمى بوزير الخارجية لا أنظر لأي منظور آخر أو زاوية آخر لأن النقاش مع المغاربة فيه نقاش آخر لكنني هنا الرد وبالحجة الواضحة هو أنه الصحراء الغربية لم تكن دولة إنما كان هناك استعمار إسباني وهذا الاستعمار الإسباني غادر خرج فجاء المغرب وموريطانيا في البداية وتقاسموا الصحراء المغاربة يقولوا بلي هذه أرضنا وكانت مستعمرة خرج منها الاستعمار الإسباني وكان حق أن تعود لنا جزء من الصحراويين يقولون أن هذا الكلام ليس صحيح والدليل أنه لو كان صحيح لما تقاسمتموه مع موريطانيا وبغض النظر على تطورات القضية كيف لك يا عطاف أن تقول أن القضية قضية الصحراء وقضية الكوسوفو هما قضيتين سيميلار متشابهتين هذه قضية مختلفة تماما خاصة وبالعكس موضوع الصحراء هنا يردوا عليك الناس يقولوا لك لا كان يجب إما أن تتبنى مبدأ تقرير المصير كما تبنيتوه في قضية الصحراء الغربية تتبنوه في كوسوفو لكن لا يعقل أن تطالب باستقلال صحراويين وتطالب في مكان آخر وتدعو وتساند استعمار شعب آخر يختلف عن شعب آخر تماما استعمار دولة لشعب يختلف عنها تماما في كل شيء ليس فقط ذلك هذا الشعب قاتل حمل سلاح وأعلن عن استقلاله سنة 1990 عندما تفككت يغوزلافيا فانقسمت إلى ستة دول مقدونيا سلوفينيا البوسنة والهرسك كرواسيا سربيا إذن كان من حق الكصفهما أيضا أن يشكلوا دولتهم مثل ما شكل الآخرين دولتهم السرب رفضوا ذلك وظلت المناوشات إلى أن دلعت الحرب في 1998-1999 في الحقيقة هنا عارفين وجاكم الضغط وأنا شخصيا ذكرتها لكم وذكرتكم بهذه عدة مرات فكأنه رد لا لا موقفنا في السعر الغربية صحيح وموقفنا في كصفه صحيح لا يمكن أن يكون الموقف في الحالتين صحيح لأن إذا قلت بأن سربيا يحق لها أن تكون كصفه تحتها وفق مبدأ الحدود وعدم مساس بالحدود يجي لي يقول لك الصحراء الغربية يجب أن تكون تحت الحكم المغربي وفق نفس المبدأ إذا قلت بأن الصحراء يجب أن تستقل وشعبها يقرر مصيره في جيل يقول لك إذن من باب أولى أن الكصفار اللي هم مسلمين ويتحدثون لغة مختلفة ولها ثقافة مختلفة وعرق مختلف أنه أولى بالاستقلال هل هذا هو المنطق؟ ورحت هناك بش تكذب تقلب المنطق؟ يعني لحد الآن كنتم ترتكبون جريمة في حق الكصفار لأنكم تساني دون استعمارها لكن ذهبت لأن الموضوع أصبح معقدا لديكم وأصبحت الناس تقول لكم طيب الكصفو إلا أنا مع تقرير مصير الصحراء الغربية من بابي أو لنكنوا مع تقرير الكصفو ورحت تقول أي هو نفس الشيء بالصحة هنا لازم الصحراء تستقل وهنا لازم الكصفو تكون تحت حكم السرب المسيحيين الأورثوذوكس المستعمرين بالمناسبة ونعرف أنك قد تكون احتمال كبير تجهل ذلك كصفو كانت ولاية عثمانية لا علاقة لها بسربيا وسربيا حاولت أن تضمها ودخلت معها في مناوشات وصراعات وفي الحرب بعض الحرب العالمية الأولى ثم وجهت الحرب العالمية الثانية إلى آخره فهي كانت بلد مستقل وكانت تتبع بشكل غير مباشر للدولة العثمانية مثل ما كانت الجزائر نقولها بدون أي عقدة نقص الجزائر كانت مستقلة لكن رسميا كانت تتبع الباب العالي كذلك كان الوضع في كصفو السرب قاموا باستعمارها بعد انهيار الدولة العثمانية مثل ما قام الفرنسيس باستعمارنا قبل انهيار الدولة العثمانية ولكن في سنوات اللي بدأ لها الفشل وأيضا يعني العثمانية أصلا كان يعتبر أن الجزائر مستقلة وبالتالي ما كانش يهمهم كثير بالرغم من أن الجزائر هي التي دافعت على الدولة العثمانية في معركة نافارين وبسبب معركة نافارين خسرت الجزائر الأسطول الأكبر تقريبا كل الأسطول هي ومصر والعثمانيين الذين خسروا الحرب اللي كانت مع اليونان وكثير من الدول الأوروبي معركة نافارين معركة حاسمة في التاريخ كانت بسببها حدثوا أمرين اثنين احتلت الجزائر لأنه لم يعد لها أسطول يدافع عنها واستقل محمد علي الألباني بالمناسبة بمصر وقطع علاقاته بالدولة العثمانية التي كانت خلاص بدأت تصبح يطلق عليها اسم الرجل المريض في أوروبا إذن حبيت تقول اليوم أن أيضا فرنسا كان من حقها أن تبقى الجزائر تحتها مثلما سربيا احتلت كوسوفو ويجب أن تبقى كوسوفو تحتها يسنذالة هذه ما عنداش حدود هذا مرة أخرى يثبت للشعب الجزائري أنه ما عندك مش علاقة بالشعب ولا بمشاعره الشام الجزائري بمشاعره بطبيعة الأشياء مشاعره هو معه اللي يشترك معه في الدين طبيعة الأشياء معه اللي يشترك معه في اللغة لماذا نحن لدينا شعور مع المغاربة وتوانسا نشترك معهم في الدين نشترك معهم في العربية نشترك معهم في الأمازيغية نشترك معهم لماذا الناس بطبيعة الأشياء لماذا الأوروبيين يحاربون الروسيا ودفعوا أكثر من مئة مليار دولار والأمريكان أكثر من مئة مليار دولار وأسلحة كما لم يسبق لها إلى أوكرانيا لأنهم يشتركون معهم في العرق أو على الأقل في الدين مع أن أوروبا علمانية وتقول أن لا دين لها لكن في الحقيقة الشعوب هم عارفين شعور فلا يعقل أن الشعب الجزائري اللي يتزعمون أنك ركوزير خارجية تاعوا منتعدونتوا أن يكون مع احتلال السرب للكصوب قد يختلف الناس في قضية الصحراء وقد يكون هناك من يرى تقرير مصيرة وقد يكون هناك من يرى أن تكون تحت الحكم المغربي وقد يكون هناك أن يرى جزء لا يتجزأ من المغرب وأن كل هذا قد يختلف فيه لكن لا خلاف لا خلاف في قضية أن الشعب الجزائري وأي شعب حر وأي إنسان حر يرى أن شعب يختلف مع شعب آخر ودولة أخرى في كل شيء لكن يبقى تحت استعمارها لا يعقل لا علاقة لكم بالشعب الجزائري والله إلا نهبوا واحتلالوا وقمعوا وخيانتوا وبيعوا والدليل واش قال سيدك تبون اللي هو كلكم سيادكم الجنرالات راح عند بوتين ويقول له روسيا التي تحافظ على سيادتنا وحريتنا بئس القول بقولك وقول تبونك أنت أيضا رايح عند السرب وتقول لهم بلي الاحتلال تاعكم للسرب هذا هو الشيء الوحيد هو أن هذه السرب ساعدوكم في التسعينات لأنه كي تقول في حرب التحرير حرب التحرير كانت يغوزلابيا لم تكن سربيا وفي هذه يغوزلابيا كانت كين البوسنا والهرسك وكرواسيا ومقدونيا وسلوفينيا وشعر البلد السادس الآواء وسربيا الجزء إذن ليست سربيا اللي عونتنا في حرب التحرير يغوزلابيا بدولها الستة اليوم السبع الحقيق بما فيها كوسبو مواقف باعسة مواقف خائنة مواقف مؤذية للجزائريين مواقف ذليلة مواقف داعم الاستعمار وتزعمون أنكم تدعون الاستقلال وتقرير المصير لهذا البلد أو ذاك يسمعوا لشعبكم اللي يخرج يقول استقلال 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 وتقرير المصير لن تسمعوا أنا عارف أنكم لن تسمعوا نهار اللي كنت تتكلم في مثل هذه الأيام وقلت باللي مليح نعطروا حصانة للجنرالات بعض الزملاء قالوا لي كيف قلت لهم لن يسمعوا هذا يسموه وصل الكذاب الباب الدار هذا إقامة الحجة لن تسمعوا لأن كبار الجنرالات بعض منهم على الأقل يراهم في هرم السلطة على رأسهم شنغريحة وجبارم هنا كانوا ذباحين فأنتم تخشون من تحرر هذا الشعب فيحاسبكم لماذا ذبحتم أبناءه واختصبتم نساءه ونهبتم أراضيه وأمواله ودمرتم البلاد ستسقطون لن تقبلوا أي حل مع الشعب لأنكم تعرفون أن هناك انفصام وجودي عاطفي عقلاني كل شيء الفرق فقط أو الشيء الوحيد أنكم تحتلون البلاد أنتم قوة احتلال ولم تعودوا حتى نظام استبدالي طغياني أنتم عصابات إجرامية تتصرف أبشع في كثير من الحالات من قوة الاحتلال هاوش كان يقول هذا السفيه وأنا أزين كلماتي هاوش كان يقول قبل السنوات عندما كان مرمي عندما رماوه الجنرالات لأنه من 2003 رماوه وخلاوه أكثر من 20 سنة وهو مرمي تعرفون بأي الأسباب لرماوه لماذا؟ لأن الخطيب وهو كان أحد عقداء الثورة الجزائرية وكان جزء من انتخابات 1999 العقيد الخطيب كان دار تصريحات كثيرة في تسعينات قالهم لا يعقل أن هذا يكون وزير خارجي باباه حركي وحنا اللي قضينا عليه وباباه كان دمر مجاهدين وباعهم وبعنساهم وكوارث داره قالهم لا يمكن أن هذا يكون وزير خارجي وظل يقول ذلك وبالفعل كان بعض الناس اللي في السلطة يومها قالوا هذا راي جيبنا إزعاج لأن خاصة الخطيب مش ساكت على الموضوع هذا وبعض عقداء قدماء الثورة ما نحكيش على الجنرال تاع فرنسا وكابراناتهم بدوا ينزعجوا قالوا لا هذا الجبهة كانت خدت ضده قرار وضد باباه فبوتفليقة جاته فرصة لأنه يعرف أن هذا تابع تماما لنزار وتوفيق فجاته فرصة فقال له روح ضرق راسك بعثه هنا سافير في بريطانيا ثلاث سنين والأربع سنين وبعد ما كمل باشي سكته الخطيب لأن الخطيب كان عنده نفوذ وما زالت يعني لأنه حقيقة عقيد من عمقادة الثورة ومقاتل شريس وثوري معروف واللي مشوا مع الخطيب وكانوا كان كثير من كبار مجاهدين يومها را نتكلموا على منتصف تسعينات وبعدها يعني فبوتفليقة قال له روح ضرق راسك ومن بعد في الالفين وثلاثة من اللي يجيب عثوه قال له قد في دارك را قد جيبنا غير المشاكل انتها تنوض علينا في لرنب يعني كما يقول مثل جزائري فهاه اليوم عودوا ورجعوه لكن خلا نسمعوه ايش قال قبل سنوات عندما كان مرميا كحثالة ككلينيكس استخدموه رماوه وهو كان متشدد في ما سماه هذا عطاف باش ربما الشباب اللي ما عرفش عندما راحوا الاحرار جزائر يعني بنبلة اي تحمد يعني اللي شاهموا في تحرير البلاد بحق سواء الناس اختلفوا معاهم وتفقوا معاهم في افكارهم السياسية لكن لا احد ينكر لا على بنبلة ولا على يتحمد ولا على اخرين ممن شاركوا يومها في ما يعرف بعقد روما او العقد الوطني خرج باش يقول مرفوض جملة وتفصيلا يومها كان عدد هذا الكلام في جونبي 95 يومها كان عدد القتلى رسميا لا يتجاوز 20 ألف كنا في جونبي 95 رسميا كانوا يتحطوا على اقل من 20 ألف قتيل بعد تصريحه في نهاية 99 صرح بودفريقة قال اكثر من 200 ألف قتيل يعني بتصريحاتهم الرسمية زادوا 180 ألف هذا اللي جابوه من تيروار وحطوه وزير خارجي اوش كان يقول قبل سنوات الشعب الجزائري قضية السحراء الغرطية ظهرت في 75 بوميديان جعل منها أولوية للسياسة الخارجية الجزائرية لقاءات سرية باش يسيب حل وفته المنية قبل من يبلغ الهدف الذي رسمه لنفسه الله يحمه الشغل بن جديد جاي من بعده أنا كنت مدير الإدارة السياسية الخارجية جعل من حل قضية الصحراء الغربية انشغالوا بشغل الشعر وتقدم مبادرتين وتوصل إلى إقناع ملك المغرب بالتفاوض مباشرة مع الصحراويين الحبية تقولوا أنه يجعل منها أولوية للسياسة الخارجية زروان رئيس زروان ربي يتقرب الخير ويطول في عمره لما تقلدت مهمي ككاتب دولة كاتب دولة أول استقبال له لي أمرني بفتح ملف الصحراء الغربية والتعديم التوصيات وضعه أولوية اليوم اليوم الذي لا يرتاح له جزائري أو مغاردي هو كون كل الجهود مجمدة غائبة لا يوجد إجتهاد لوجود حل لهذه المشاكل الخطيرة والخطيرة جداً والتي تعوق طريق البناء المغاربي هو غياب الإجتهاد أنا لا يهمني أن الحدود مغلوقة أو ما أشبه الذي يهمني هل هناك جهود لإزالة هذه العواقات ليس موجودة سيدي ينتقد ينتقد أنه ليس جهود لحل هذه القضية ينتقد الآن يخرج ويصرح لأنه لما عاد ويصبح بوخ للجنيرالات باش يزيد يأزم العلاقات يزيد يتدمر أي جهد إذا ما فيش جهود هل هذه التصريحات وكان منها هذا التصريح قبل أسابيع تصريح بائس آخر أن لا ننسى أن أخوات وإخواناً لنا في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية تحديداً ينتظرنا منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير شعبكم ما يتقررش ما يصيره لكن دعنا نقف حتى في هذا الموقف هل هذا هل هذا الموقف يحل الجهود يحل المشاكل والله يزيد يعفنها ويعمقها المغاربة يقول لك نحن هذه أرضنا ولن نخرج منها وحوالي 90% من الصحراء الغربية رهي تحت الحكم المغربي العشرة بالمئة هي فاصلة أو الصحراء واللي باقيين ماهوش تحت الحكم المغربي رهي تندوف هل هذا الموقف اللي انقلبت فيه حتى علش كنت تقول في 2014 يحل المشاكل هاو نظام المغربي يتسلح وأنتم تتسلحون ملايير الدولارات اللي بدل ما تروح للشعوب المسحوقة في البلدين للشعبين تروح في شراء الأسلحة لترجار الأسلحة للدول هاو النظام المغربي مثلكم أنتم كل سياسة الخارجية مبنية على الحفاظ على الصحراء الغربية وأنتم كل سياسةكم الخارجية هي تقرير ما تسمونها تقرير مصير الصحراء الغربية مما يجعل جهود دبلوماسية وأموال ضخمة تصرف في هذا الاتجاه في البلدين واحيانا تصرف على شراء الذمى تذكروا المليار دولار اللي عطيتهم للأفارقة قبل ست شهر في حين أن الشعب كاللي ما عندوش الماء وكاللي ما عندوش الخبز وكاللي لا يسمع فيه وتذكروا أنكم خطيتوا ربع الميزانية 23 مليار دولار جزء يذهب للجنرالات وجزء يذهب لبنوكم وأحبابكم والدبي وغيره هل هل الوقوف على هذه المواقف رح يحل قضية الصحراء الغربية اللي عمرها 47 سنة بشهادتك تقول أن أبو مدين كان يريد حل القضية لكن وفته المانية الشادلي أول شيء داره هو محاولة حل القضية أين انتهى الشادلي اللي طاحة بانقلاب نعم الشادلي حاول ولذلك فتحت الحدود وزار الجزائريون في 89 في صيف 89 أكثر من مليون جزائري زاروا المغرب وفي سنة 90 أكثر من 2 مليون جزائري بهذه إحصاءات رسمية ذكرت آنذاك زاروا المغرب وعادت الأخوة وعادت الحدود وعادت الأسر والقبائل المقسومة على المنطقتين وعاد كل شيء وهناك عشرات الآلاف إذا مش مئات الآلاف من أصول جزائرية في المغرب والعكس صحيح هل هذه القضية نتركها لتعطل 90 مليون ما بين مغاربة وجزائريين ونزيدنهم حوالي 20 مليون ما بين مغاربيين ليبيا وتونس وموريطانيا تولي أكثر من 110 مليون هل هذا الموقف فيه أي حكمة فيه أي عقل هل الآن أنتم تلجأون للروس والنظام النغربي يلجأ للإسرائيليين هل هذا مخرج وحل أم هو دفع للحرب هاي الإمارات تعبث الإمارات اللي تراجعتوا بعد كل ما حدث وبدأ راح واتصلت بي واتصلت بي الوزير تاحهم وباش تقولوا لا 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 ما تردوش السفير وما كان والو وهذه راي تلاعب برك ومن فيه واحد نصب علينا ومش عارف وانتم تعرفون دور الإمارات القدر والبشع والملفات اللي عندهم هاوا اللي يرعبكم ملفات أخلاقية على كبار المسؤولين اللي كانوا يذهبون إلى دبي وما جاورها وكأنهم والاخرين عارفين هل هذه المواقف يا عطاف يا ابن الحركي وأنا هنا لا أناقشك لأنك ابن حركي إنما أذكر حقيقة توافق عليها كل الثوار ولا أنتقدك ولا ألومك لأن باباك حركي فلا تزير وازرة من الزرة أخرى لكنك صراحة أبشع من باباك الحركي فيما فعل في التسعينات وفيما تستمر أن تفعل وتريدون لهذه المنطقة تريدون للجزائر والمغرب وما جاورهما الدمار وليس الحلول للشعبين الدمار والتفقير والتجويع ولديكم الأذناب والذباب لتملؤون الأونلاين وتملؤون الأنترنت سباب متبادل وشتائب متبادلة أكثرهم أذناب وذباب وبعضهم يعتقد أن يدافع على ما يرى حق في المغرب أو ما يرى حق في الجزائر البلاد تغرق سقطت أمطار غرقت مدن جاء الصيف في الناس ستعتش وستعتش أكثر الأضحية ها هو ملايين الجزائر لا يستطيعون أن يقتربوا منها الأسعار الضياع الفساد في كل مكان وما زلتم لسقيننا في قضية الصحرة الغربية ما زلتم ديرينها هي مدار العالم أجمع في حين أن الوطن كله يغرق في الحقيقة ديرينها ليستمر النهب وتستمر سفقات السلاح ويستمر تهريب الأموال ويستمر ذبحنا كجزائريين باسم أنكم تدافعون على مبدأ وأنتم لا أخلاق لكم ولا مبادئ لكم والدليل ما ذهب تقول فيه من أن من حق الصرب أن يستعمروا الكصدار المسلمين الألبان الذين يختلفون عنهم في كل شيء ترجمة نانسي قنقر